عند الساعة الحادية عشر إلا ربعاً دخلت سيارة من نوعكية لونها زيتي إلى منطقة بئر العبد ركنها سائقها في مرآب مركز التعاون الإسلامي ترجل منها وغادر المرآب والشارع إلى جهة مجهولة عند الحادية عشرة أي بعد ربع ساعة تماماً من ركن سيارة تلكية وقع الانفجار مصادر قضائية أكدت للLBCI أن سائق السيارة رجل وليس امرأة خلافاً لما تردد من معلومات وكشفت أن زينة عبوة تلكية المفخخة 35 كيلوغرام من مادة السي فور المصادر لفتت إلى أن ما يحكى عن خيوط في عدد من الصحف وسائل الإعلام لا سيام تلك المتعلقة برصد اتصالات من سجن رومي مع الجهات المخططة لا يمكن البناء عليها طالما أن القضاء المشرف على التحقيقات لم يبلغ بهذه المعطيات ولم يتسلم بعد كاميرات المراقبة ومحتواها من الجهات الحزبية في بئر العبد فبحسب معالمة الـ LBCI فإن عناصر من حزب الله قامت بإنزال كاميرات المراقبة الموزعة في محيط المرأب بعد وقوع الانفجار كما أخذت محتويات كاميرات المؤسسات والمحال المحيطة بالمربع وحتى الآن تلقى القاضي سقر سقر المشرف على التحقيقات عوداً بتسلمها للاطلاع على محتواها علها تكشف خيوطاً أساسية أخرى في غضون ذلك واصل القاضي سقر الاستماع إلى إفادات الشهود ولم تحصل أي توقفات حتى الساعة وفي المعلومات الأولية فإن الشبهات تذهب بكافة الاتجاهات وإن كانت أغلب الترجيحات تذهب باتجاه جهة تكفيرية أصولية وبناء عليه فإن حزب الله مستنفر في الضاحية يرصد، يدقق ويتحرى عن أي تحركات مشبوهة لكن يبدو أن انفجار بئر العبد تخطى توقعاته